السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم تلاميذ الأعزاء درسنا اليوم درس في الرياضيات موضوعه الأعداد العشرية وقياس المقادير طبعا من خلال حصة اليوم سنقوم أو سنحاول تصحيح تمرين رقم 1 صفحة 61 من كراس النشاطات الرياضيات التعليمة تقول أحول الأعداد التالية إلى المتمرضة طبعا لدينا أعداد نحولها إلى المتر مربع نبدأ بالعدد الأول لاحظ الجدول إذن لدي 4.355 هكتارا سنحول هذه الوحدة أو هذه القيمة إلى المتر مربع أول شيء وأهم شيء أننا نكتب أو ننقل العدد كتابة صحيحة في الجدول إذا كانت الكتابة خاطئة فالإجابة تكون خاطئة إذن 4 الجزء الصحيح تكون من وحدة فقط أكتب رقم الوحدات في خانة الهكتار نربط دائما الوحدات بالوحدة هكتار إذن هنا هكتار إذن أكتب أربعة في خانة الهكتار من الجهة اليمنى لأن في الهكتار هناك خانتين إذن لا أكتب جهة اليسرى وإنما الجهة اليمنى أربعة فاصل طبعا الجزء العشاري هو 3155 يكتب في باقي الخانات إذن حتى نحول هذه القيمة إلى المتر مربع لاحظوا الخانة الثانية من المتر مربع فارغة أكتب فيها الصفر ليصبح العدد 43,550 متر مربع ممتاز نذهب إلى العدد الثاني حتى نفهم أكتر 55.8 طبعا الهكتار دائما نذهب إلى الجدول ها هي خانة الهكتار نكتب رقم الوحدات في خانة الهكتار من الجهة اليمنى ثم نكتب الرقم الثاني يعني العشرات الخمسة الثانية أما الجزء العشاري وهو 8 فيكتب خارج خانة الهكتار نحول هذه القيمة إلى المتر مربع في كل خانة أكتب الصفر إلى أن نصل إلى المتر مربع ما هو العدد؟ ممتاز يصبح العدد 558 ألفا متر مربع 558 ألفا متر مربع نذهب إلى العدد التالي 9.004 هكتار دائما لاحظ الجدول ها هو الهكتار نكتب التسعة في خانة الهكتار من الجهة اليمنى يعني الخانة الأولى طبعا قلنا فاصل 0.00 لاحظ 0.004 حتى نصل إلى المتر مربع الخانة الثانية من المتر مربع أضيف الصفر ليصبح العدد 90.040 متر مربع ممتاز العدد اللي بعده 20.02 هكتار دائما نكتب أين أكتب الجزء الصحيح؟ عيشوا في خانة الهكتار ماذا أكتب في الخانة الجهة اليمنى؟ من خانة الهكتار الصفر ثم أكتب اثنين أمامها في الخانة الثانية الجزء العشاري طبعا ننقل صفر في الخانة الأولى واثنين في الخانة الثانية نكمل نملأ الخانات الفارغة بالأصفر إلى أن تنتهي وحدة المتر مربع ليصبح العدد ماذا؟ نعم ممتاز مئتين ألف ومئتين متر مربع نذهب إلى العدد الموالي 17.5 هذه المرة R إذن ها هي خانة R أين هي؟ ها هي نكتب طبعا 17 لاحظوا أكتب السبعة في خانة الار في الخانة الأولى من الجهة اليمنى ثم نكتب الواحد الخانة الثانية فاصل خمسة خمسة نكتبها خارج خانة الار ثم يبقى خانة واحدة متر مربع نملأها طبعا أو أكتب الصفر فيصبح العدد ألف وسبعم مئة وخمسون ماذا؟ متر مربع جيد العدد الموالي 2.08R 2.08R لاحظوا ها هي وحدة خانة الار كتبنا بما أن الجزء الصحي تكون من وحدة فقط إذن نكتب 2 في خانة الار من الجهة اليمنى الجزء العشاري 0 ثم 8 في خارج خانة الار على أسس في كل خانة رقم واحد لاحظ المطلوب ما هي نتيجة بالمتر مربع خانة المتر مربع مملوقة كلها إذن يصبح العدد 208 متر مربع ممتاز العدد الموالي طبعا هو 10.45R لاحظ 10 لاحظ نكتب الصفر في خانة الار من الجهة اليمنى والواحد في خانة الار من الجهة اليسار طبعا ثم 45 يكتب خارج خانة الار لأنها وجود عشاري كأن هناك الفاصلة علما أن الفاصلة تكفي في الجدول فقط من أجل الشرح إذن 10.45 ماذا؟ R إذن ما هي النتيجة بالمتر مربع لاحظ أين هو المتها هو المتر مربع كل خانة المتر مربع مملوقة إذن لا أضف أي صف ليصبح العدد قراءة كل العدد كل العدد نعم ممتاز 1045 متر مربع العدد الموالي والهو العدد الأخير 0.00 0.08 R لاحظ الجزء الصحيح يتكون من وحدات فقط وهو الصفر كتبت الصفر في وحدة الار ودائما نربط للوحدة مع الوحدات ما عنديش عدد العشرة نتبشين في فقط الوحدات نكمل 0.008 كل خانة رقم واحد إذن ما هو العدد بالمتر مربع أين هو المتر مربع ها هو المتر مربع إذن الصفر لاحظ نكتب 0.8 إذن النتيجة هي 0.8 متر مربع كما هي مكتوبة في الإجابة هذا أهم ما جاء في حصة اليوم أو في درسنا اليوم حاولنا أن نحول بعض القيم أعداد عشرية من الهكتار إلى المتر مربع أو من الار إلى المتر مربع شكرا لكم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة